مرحبا عزيزاء متابعي قناة برلين بعيون عربية الفيديو مات اليوم هو عن تطبيق تويتر وتحديدا كيف راح اعرف الشخص قرر رسائل اللي ارسلتها بتويتر او لا هذا السؤال ورد من احد المتابعين فحبيت اعملكم عليه فيديو لكن قبلها اتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك و لايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل شي جيد من اندي والجديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون عربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل بالبداية راح ادخل على تطبيق تويتر ارسل رسالة ورح اتشاهدون كيف راح نعرف الشخص قراها او لا حتى اشاهد الرسالة قرية او لا راح ادخل على تطبيق تويتر وهذا حسابي khld 23535 بعدها اروح على الرسائل اكتب رسالة الحساب الثاني هذا حساب الثاني راح اكتب هنا صباح الخير وارسلها الآن ظهر عندي تم الارسال طبعا تم الارسال معناتها منقرت الآن راح ادخل من الحساب الثاني شاهدته اتغيرت الى قرئة طبعا تطول بحدود الثلاث ثواني يلا تظهر قرية طبعا الرسالة ايضا تقدر تتفاعل وياها فقط تكبس كبستين راح تقدر تحط اي تفاعل من التفاعلات ولو كبست كبس عليها راح تعمل حذف للرسالة لك ونسخ الرسالة اتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا ندعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك و لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها برل رسالة عني حاضر شكرا لكم مع الف سلامة اشتركوا في القناة